اهلا وسهلا فيكن بهالحلقة الجديدة من برنامج فلور دبو راح نكمل نحكي عن طرق ازالة الشعر الزايد على الجندي راح نبنيش بالشمع والسكر الطريقتين الاكثر شيوعا عالميا بين النساء والرجال وعلى الاقل حدا منا جربوا بالنسبة للطريقتين المبدأ نفسه منحط طبقة من الشمع او من السكر على الجلد وبتم سحبه بطريقة سريعة بالاتجاه المعاكس لنمو الشعر هالشي بيقدي الى نزع الشعر من جذوره ومنطول من اعادة ظهوره مجددا على سطح الجلد عادة بتاخد العملية من اسبوعين لثلاثة اسابيع اوقات بتاخد وقت اطول لنرجع نعملها من جديد هناك بعض الاعتقاد انه اذا كررنا هالعملية على منطقة معينة ممكن يقدي الى تلف بالبصيلات الموجودة والتخفيد من العدد العام للشعرات على هذه المنطقة انه معالميا بعد ما انه مثبتين بالسكر او بالشمع هناك احتمال ظهور شعر مقلوب ومن ثم التهيب بصلة الشعر كما وانه في احتمال حرك بالجلد لهيك لازم ننتبه انه تكون الحرارة معتدلة ما تكون كتير صخنة لما نحط السكر او الشمع على الجلد لانه هالشي بيقدي فيما بعد الى ظهور تصبغات ودبا منطول بعلاجة بما انه كل الطرق اللي حكينا عنها لحد هلأ عندها سلبيتها ونموء الشعر بيكون فيها متفاوت بين كم يوم لكم اسبوع اضطر العالم يفتش على طرق اخرى ضمن الالات مبلش نحكي عن التحليل الكهربائي لبصلة الشعر او ما يعرف بالإبلاسون الكتريك او الإلكتروليز هو الطريقة الوحيدة عالميا يلي بتأدي الى التلف الدايم لبصلة الشعر بواسطة ابر صغيرة منفوط بالمسام لنوصل للبصلة وبتكون موصولة بطيار كهرباء صغير بيأدي الى تدمير بصلة الشعر عادة الجلسات بيتراوحوا بين 15 دقيقة او ساعة ونجاح هايدي العملية بيعتمد على مهارة الشخص يلي عم بيقوم فيها الحلو بهذه العملية انه ما بتتأثر بلون البشرة يعني ان كانت البشرة فاتحة او سمرة او سودة ما بيأثر الكل فيهم يعملوها وطبعا لون الشعر هو احد المحبذات لنستخدم هايدي الطريقة لان فيها تكون الشعر بيضة او شقرة ونقدر نزيلها بهذه الطريقة فيه قلم مع التحليل الكهربائي للشعر لهيك ممكن نوضع كرام مخدر قبل بصاعة من العملية وينتبهوا الاشخاص يلي حطين بطارية لتنظيم دقات قلبهم ما بيقدروا يعملوا التحليل الكهربائي لانه فيه طيار كهربائي اما اذا ما نحكي عن عالم الليزر وقبل ما نوصله فيه ماشين اسمه ال-IPL الكل بيفكر على ليزر انما هي بتبس عدة شعاعات ضوئية ما عندهم موجة موحدة بتقدي الى حماوة الشعرة والبصلة من اجل تلفع انما اوقات كتير هالحرارة بتنبعث على الجلدة محوالي الشعرة وبتقدي الى حروك ممكن تقدي الى حروك على الجلدة وفيما بعد تصبغات كما وانه ال-IPL بما انه بيبس عدة موجات ضوئية ممكن يأثر على العين نظرا لدقة العملية والاحتمال الاصابة بحروك وتندبات واصابة العين من المفضل انه هاي الطريقة ما تستخدم الا بأيدي امينة تحت اشراف الطبيب المختص بالحلقة الجديدة رح نحكي عن الليزر مع كل التفاصيل يلي اكيد عم تتساءله عنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة